هرجعك على السحل الشمالي وكبري او كباري وطرق السحل الشمالي او التطوير الجديد اللي حاصل في السحل الشمالي اظن 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 مجرد ظن ان انا الوحيد في شغلانتي دونا عن زميلي اللي دافع عن السحل الشمالي من امتى من زمن الزمن مش عن السحل عن الطريق من زمن الزمن ده انا دافعت عن كباري وطرق السحل الشمالي اظن من شهرين لمدة 3 او 4 او 5 مرات زي ما قلتلك انا عندي ظن يصل احيانا الى درجة اليقين 99% 99% من الانطقة الطريق الصحل الشمالي ولا هوب ناحيته اخرهم لي صديق عزيز جدا زميل مقرب زميل بقى خلاص كده قاعدين انا وهو مع بعض في الشغل الاسبوع اللي فيه قال لي بس طريق الصحل الشمالي ده قلت له هو سؤال شوف ها بيقول لي بحرقة كده بس طريق الصحل لازم يبقى فيه صرف فقلت له انا عندي سؤال وسائع عليك النبي يا اخي لا تقول لي الحق انت طلعت الطريق ده اه لا بس ابن خالتي طلع ده اول حاجة ابن خالتي يعني ابن خالتي وجاري وصحبي دي معروفة عندنا في العرف الشعبي بتاعنا انها ما حصلتش وفي الغالب ابن خالتي ده ما قاليش حاجة وهو شخصيا ما طلعش ممكن يكون ابن خالتي سمع من جارهم اللي جارهم سمع من صاحبه عارف انت سمير صبر الله يرحمه مع استيز عادل ايماء واحد صاحبي ما تعرفوش بس كده دي ما حصلتش قالي يا راجل ده العربيات بتطلع في وش بعض والله رازم قال لي كده انا استخدمت الطريق ده ثلاثة اواربع مرات لو انا متذكر يعني استحالة في حاجة اسمها عربيتين يطلعوا قدام بعض استحالة يعني ماينفعش هندسيا ماينفعش مش هقولك بقى ايه السائق المحترف هو هندسيا ماينفعش عشان كده انا كنت متحمس جدا قولي الطريق والنبي عوض حطولي هنا اهو عشان بجد عايزة نوري الناس يعني واحدة واحدة كده تقولي الطريق ده ازاي ازاي الناس تجي فيه قدام بعض ماينفعش غير لو انت ماشي عكسي واخد بالك ماينفعش غير لو انت ماشي عكسي بس كده بص يعني قبل ما هناخد اراء المتخصصية قدي الطريقة محترم علشان هروح هناك عوض وهطلع بره الاضاءة عوض حرم عليك طيارة البتاع والنبي انا قلت هنددال طيب بص الطريقة مولانا حضرتك تبقى طالع كده على مطلع الطريق بص اهو قدي المطلع بص انا هروح هناك سيبك مني انا مش مهم اضاءتي خالص والله قدي المطلع بتاع سيادتك اهو انت طالع عليه فين اللي وش في وش وتقعد تلف 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 طيب حضرتك لو خدت اقصى اليمين هتنزل فين في البطيق اللي هو المجاور للقرى اللي على البحر اللي هي قرى السياحية بقى خلاص قديك نزل فين الوش في وش هنا يعني انت بتقابل مين كده ما بتقابلش حد شوف اللي جاي من هناك جاي منين جاي من اهو يعني عمركم هتتقابله طيب واحد جاي من مطروح رايح طريق اسكندرية او رايح طريق القاهرة هيعمل ايه بياخد المطلع او جاي من البطيق او جاي من الرئيسي طيب جاي من البطيق اهو 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 بص 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 اهو اهو بص بيروح ماشي كده 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 وينزل على دي اهو قول لي هندسيا فين اللي في وش بعضه وقول لي ايه الخطأ الهندسي الواع قول لي خطأ هندسي واحد في الطريق واحد يعني انا عايز اي متخصص طرق وكباري او مدني حد يقول لي ان الطريق ده في مشكلة هندسي واحد صاحبنا تاني اعرف مش عايز بس اقول اسمها شو محطوش في حرج ارجع لالقلقة بتاعتي النور قال لي ايه بقى اصلا انا متعود خد بقى انا متعود ان المطلع بتاعي يبقى على اليمين لقيت المطلع بتاعي على الشمال ايه اعمل ايه ما تلاقيه يعني على اليمين او على الشمال انت اللي ليك يقول لي ايه اصلا انا حسيت انه منزل طب منزل ازاي هو جاي في وشك يعني ازاي منزل شفتها فين ان في منزل جاي في وشك في اي طريق على كبري بنها يا نور عيني مفيش حاجة اسمها منزل جاي في وشك مبتحصلش ماشي طيب ادي كده ايه نمرة اتنين نمرة ثلاثة عايز تعرف ايه زي ما انا قلت المرة اللي فاتت اظن الاسبوع اللي فات قلت يا جماعة كل الطريق ده اولا البطيق بتاعه اربع حراط اتنين رايح واتنين جاي سواء ازا كان البطيق اللي على الناحية دي المجاور للقرى السياحية او البطيق اللي على الناحية دي اللي هو المجاور للايه بقى للمدن الاصلية لا مدينة سيدي عبدالرحمن بجد مش القرى مدينة الحمان بجد مش القرى الى اخيره ده اربع حراط وده اربع حراط ده اتنين رايح واتنين جاي وده اتنين رايح واتنين جاي والطريق الرئيسي نفسه 6 و 6 وحش ازاي بجد ازاي طريق حر لا يسمح بالحوادث الحمد لله والشكر الله انا الكلام ده بعيده تاني عشان انا قلته الاسبوع اللي فات واظن قلته قبلها باسبوعين واظن قلته من قبلها ب3 اسابيع واظن قلته اول مرة طلق شفت الطريق ده طيب هجيبك تقع هرجعلك على حاجة كمان وجهة نظر المتواضع اللي انا قلته الاسبوع اللي فات الطريق محتاج ايه محتاج اللي فتات بتاعته تبقى اكسر وضوحا مش اكسر وضوحا انها منورة هي منورة طلوب انت ماشي بالعربية فبتبقى ضرب الكشفات بتاعت العربية فبتنور فسفوري يعني لا هي محتاجة تبقى اكسر وضوحا يعني يبقى واضح ان ده البطيق فقط واضح انه ده للمراكز فقط اللي هي الحتة بقى بتاعت المدن الاساسية بتاعت زمان لها الحمام بسيدي عبدالرحمن بالضبع بالمشاعة انتعارف انه كده البحر وكده المدن الاساسية اللي عايش فيها اهالينا من مائة السنين طيب الحاجة التالتة لازم يبقى واضح انه عاوز مثلا تكمل على سكة اتجاه اسكندرية يبقى لازم يبقى فيه يفطة واحدة وانت على الطريق هتلاقي فيه يفططين بيقولك كده اسكندرية وكده اسكندرية حدد لي عشان انا طيب امعانا في عدم اللخبطة هو بالتعود انت هتقدر تفهم الطريق انت مجرد انه ده سكة جديدة ما تعرفهاش يعني احنا لما اتعمل الدقاري في الاول كنا بنتوها عليه هو الدقاري كان متصمم وحش ما اقدرش اقولك لأ بصراحة كويس لكن كنا بنتوه ماشي ده على سبيل المثال لما اتعمل مثلا الطريق الاقليمي كنا لسه بنتوه لما اتعمل الطريق السياحي كنا لسه بنتوه خدنا عليه بلاش الطريق اللي هو عليه الكبرى المعلق تحيا مصر انا اول تلات اربع مرات ابقى اطلع عليه فكت بقى بقعد افكر يا ترى هنزل كورنيش على رود الفرج ولا كمل على طول كده ولا خشش مال كده ولا اعمل ايه فكت ساعات ايه الف حبتين بعد ما تعودت عليه اكتشفت انه مالبن حاجة عظمة طيب است��려